السلام عليكم اخوتي اخوتياتي دارين لا بس عليكم اتمنى تكونوا على خير وخير وتشاهدوا هذا الفيديو ان شاء الله في صحة جيدة كما اشتونا يا غادي نفصل معكم واحد لافست بس روال ديالها انا يا عندي هذا طرف ديالتو فيشي مي ترونس اول حاجان بدأ بيها هي غادي ناخد ثمانية سانتيم غادي نطراسيها كندير التوب على جوج الحاشية كماشتوك تكون هي من جهتي كنولي دك تمانية سانتيم كنحيد منها ثلاثة سانتيم ديال الصدايف هدي كتكون هي المارض ديال الصدايف كنتراسي دك ثلاثة سانتيم بوحدها كنخليها وكنطوي دك الجيهة اللي كتكون عندي مسدودة اللي غا تكون هي الخلف عندي كنطويها حدك التراسج اللي تراسيت كنخلي دك صدايف ما كنحسبه مش انا كنحط الكتاف ديالي عندي الكتاف تسعتاش كنزيد سانتيم ديال خياطة عبط ثلاثة سانتيم كنحبط تركيز ديالي عشرين كنجي قبالتها كندير عشرين كندير خط ديال التركيز وعندي في الصدر خمسة وعشرين وزيد دائما سانتيم ديال الخياطة وكان هبط ربعتاش ربعتاش عندي فالبط ثلاثة وعشرين وزيد سانتيم ديال الخياطة والحوض عندي سبعة وعشرين كندير الدورة ديال الرقابة سبعة سانتيم كنطيح الكتاف طورة ديال التركيز كنجيبها بيستولي هي ودك دخلها ديال البطن ديالي كنصيل دك النوقات ديال الحوض مع ديال البطن طبعنا خط طول عندي فالطول ديال لابي سبعة وسبحين وكان زيد ثلاثة سانتيم ديال الخياطة كنزيد ديال خط مستاقيم اجيب المثلات كنخرج بدك الخط التالي كنصيد لك النقطة ديال البارما مع النقطة ديال الحوض قدرها الخط ديال الحزام باش عالي غادي نشد الكل ديال اللي غادي ندير سوف يكون قطع دا لابي ستغيكون بكل ديال كنحيي ديال الخلف وهادي نشوف داك الخط ديال الحزام هادو مليان التراسي هنا في الامام باش هناخد عليه داك الكل ديالي كنعبط مايه ثمانية سانتيم وندير الدورة ديال لدي الرقابة وكندير داك الخطاء داك مستاقيم ما كانجيبوش داير كيجي خط مستاقيم كناه باطمن الخط ديال الحزام كنابطوا حدربعة سانتيم وعدت كندير داك الكل ديالك يجي هكاك مقلوب يجي حد الحزام ولا كديريه طايحة للحزام شوية كتبطه التحت على حسب الخطيار ديال كل واحد في كي بغي يجيه محلول أنا دا غي يجيني محلول على الحزام شي شوية صافي بقى نقطع ذاك الزوائد كم ماشته راساها لها الطريقة هذي أنا حطها معاكم ولكن بغيت نحاودها بشديد وتفهموا مكتر تمارا طيحت ثلاثة سانتيم كما شو كانت توب عندي تماما عوج شوية كانوا بطبع بتلطاش تلطاش ربعتاش وقد ديري قد خليدك جز سانتيم اللي كندخل فيها في التركيز ديال الامام دا بغدين تراسي في غندير بلاسة ديال ديال لك تجيب غنديرها تجيب غنديره غي ديكور تماية غاديش نديره محلول ما لداخل تحشي يديك غي يجيها من برة عبط تماية 28 وكنتراسي كندخل لها وحدة خمسة سانتيم على الكوتي كانتراسي تلاتة تلتاشر سانتيم كان علم داك البلاسة حد اللي غي يكون فيها عندي الدورة ديال الكل عندي حمسة عشرين في التركيز كان طويل داك الغيط على اللي شاطلي كنقطوع الاربعة ديال الكم اللي كمام عندي فيهم خمسة وخمسين وغنزيد ثلاثة سانتيم رأس الكم كندير فيها 14 بالخياطة بكل شيء صافي وندير خطم الساقي تم مكان قادة سانتيم عندي الخطوب عوج وكانها بثلتاش وكان دير خط نصيلو مع القنط ديال الاربعة ديال الراس لكم نصيل داك النقطة مع النقطة كان نبط واحد تمانية سانتيم كندير الدورة ديال ديال الراح عندي فيها 17 بالخياطة نقسم داك المسافة على جوج نقسم داك المسافة على جوج نقسم داك المسافة على ثلاثة ندخل سانتيم من الجهة اللي مجيتي ندخل السانتيم والجهة اللي من هنا ندخل سانتيم كي جيالها تشكل رأني فصلت معاكم لكم تهوش حان ممرة وكان عاودوا معاكم دائما بش بهموا طريقة رأسة أهلا أخاوات اللي عاد بادين نحل لكم الجهة اللي ملاكة تكون عندي مجيهة الامام وكان نقسم منه واحد سانتيم خصا في العصري ضرورية نقصوها تسانتيمات هادو بش ما كيجيش مخنشش في الجهة ديال الامام الطريف اللي شا اطلع لكم منه غادي نصاب تبطين ديال الافيست را ما جينيش في الطول ولكن غادي نزيد نكمل بوحد طريف واحد اخر تم مايا حتها التوب هادا هذا الموضير را كيدخل ثلاثة متر انا مكنش عندي كاملة تمارا كنحط هادا الدورة ديال للرقابة كنحطها وكندور عليها نيشان كندخل واحد سبعة سانتيم في الكتف وكندور كنهبط معها نيشان كنتراسي سافي دا بغادي نحيت داك الدوفا وغادي ندير واحد تلتاش لسانتيم في العرض من التحت تديرو تلتاش ولا تديرو اتناش تديرو تسعود شحان ما بغيتو تديرو انا درت ما تلتاش باش كتجيني عريضة من الداخل سافي وكنسيل داك النقطة لابغيتو تدخلو داك دخلا من الفوق واحد جو سانتيم تحيدوها مبغيتو شرس خلي واغيها كاك سافي وكن قطع داك التبطين ديالي حتى غادي نزيد لوحة طريفات من التحت باش نكمل الطول ديالهم التوب هادا انا كانت عندي فيه جوجو ثمانين اكملاش ثلاثة متر لحسب خدي توغيب بالكيلو هانا غادي نفصل السروال عندي هادا الطرف هادا فيها ميتر وستاش في الطول هاد الطرف هادا ديال السروال شديس الطول ديالي فيه ستة وتسعين في الطول وخليت مما الفوق خليت ستة سنتيم ديال لاستيك هادا السروال ما غايكون لاستيك لاسق فيه ذاك البعندة ما غا نديرهاش منفاصلة على السروال يعني فايت لحطة معاكم منعبها واحد السروال وواحد اخر في واحد الفيديو كتكون ذاك القطعة ديال لاستيك منفاصلة على السروال وعدك انوالي ونخيطوها فيه هادا خليتها الاسقة كتجي شوية سهلة على الخرى وكتجي مختصرة في الوقت صافيك ما كان حسبت ذاك ستة سنتيم وكان هبط ذاك الحردة ديال السروال هبطت مما يا ستاش استا وشرين عفوان وكندير الخط ديال الحوض ديالي هادي هي هادا هو الخط ديال الحوض غادي نحطه بالعبار ديال الحوض ديال عفوان ديال الركبة اثنين وخمسين وغندير خط غادي نحيد داك الحاشية غادي نتراسي داك جوس سانسيم ديال الحاشية باش عليها غادي نحط العبارات غاديش نحسبو داك جوس سانسيم ديال الحاشية صافيك نحط العبار ديال الحوض ديالي عندي ستة وعشرين ما كنزيدوش القيمة ديال الخياطة دابا وكنقسمو داك العبارة على جوج وكنها بطبيه نديرو احتفر الركبة وكنها بطبيه التحت باش غادي ندير داك الخط اللي غايجيني في الوسط او اللي كيتسمى الميزان ديال السروال عليها غا ناخدو القياسات صافيك نديرو احتفر الخط مستاقيم في الوسط هذا هو اللي غا ناخدو عليها العبارات كنخرج انها بخمسة سانتي ممكن لكم تخرجو بثلاثة ولا بربعة ولا تلخمسة عادا نزيدو عاود في الخلف هذا ديالا ديال الامام هادي الجيها ديال الامام صافي كنصيل داك النقطة عند النقطة ديال الحردة الركبار عندي فيها عشرين كندير عشرة منا وعشرة منا كندخل من ثمية ثلاثة سانتيم كندور الحردة كنصيل داك النقطة ديال الركبة مع النقطة ديال الحوض عندي واحدة وثلاثة وكن قسمها الاربعة كنت تعطيني سبعة ونص فريس الاربع الافراسات السروال وولا بالبارما ديال السروال صافي كنصل داك النقطة عند النقطة ديال الركبة نضيف بسطولة ماء كنت قد نضيف ثلاثة سنتيم من جهة الامام ولكن لم نضيفها نضيفها في الخلف من جهة نفصل الخلف من الأحسن لكي لا يأتي السروال قصيرة لديها القعدة صغيرة نضيفها في الخلف سوف يراصل سوف نضيفها في الخلف سوف نقطع كما قلت لكم هذا الامام لا يزيد فيها رقائمة الخياطة سوف نضيفها في الخلف لأن الخلف يكون أكثر من الأمام نضيفه 1 سنتيم سوف نضيفها سهل سوف نشاركه معكم هذا هو البنتي هذا السروال هو وقلت لش الله لا نشاركوش معكم اللي يتعبون في هذا القطع الربيع و الصيف يجبون زوينين وفي نفس الوقت ساهلين بدون الباترون هنا نضيفها في القطع ونضيفها على الجهة نضيفها على جهة كما تشوفوا معي كنضيفها على هذا الشكل هذا نضيفها من جهتي 1 سنتيم ولا ثلاثة باش نزيد القيمة الخياطة ونضيفها الأمام ديالي سوف نضيفها على هذا الشكل 4 سنتيم هنا نقوم بخير 6 سنتيم يمكنكم تخرجوا كثير لكن كبير لديك تطاية كبيرة هذه تطاية متو السطاة مما كبيرا لا تصوير حينما بداخل اليمينة متو السطاة وكان نضيفها ثلاثة سنتيم نضيفها ثلاثة سنتيم ثلاثة سنتيم كان هبط بيها القنت باش كيجيني للخلف كيجي اكتر من الامام كيجي يطالع السرول مكيبقاش يهبط لنا من اللور كان زيد جوز سنتيم بجهة الركبة جوز سنتيم في البارما من التحت نقاد دك البارما عندي مقطع دك الزيادات وغادي ندور نزيد جوز سنتيم جوز سنتيم في من البارما من التحت ثمنا الحوض كما شو كان دور على السرول كامل كان زيد جوز سنتيم كان جيب دك البارما وكان صيل دك النقطة اللي درت ستة سنتيم كان هبط واحد جوز سنتيم مع تماما باش ما نخيطه ما كيجينيش مفاوت ما كيجيش جيها اكتر من جيها صار في دك النقطة ديال الرقبة مع النقطة ديال الحوض بالبيستولي كان ديروها وثم كنديرو المثللات كنديرو عاد المثللات في ذاك البلاسة وكنصيلو ذاك النقطة مع النقطة ثم كنديرو عاد البيستولي والفوق كنديرو المثللات صافي كنطراصي الطول ديال السروال على حساب الطول اللي عندنا كماشته هكا كيجي السروال غادي نقطعو زاد جز سنتيم ليزنا بحلي كتكون هي القيمة ديال الخياطة ديالنا كما كتعرفو راكي كل خلف كتر من الامان في السروال عسري ماشي بحل السروال العادي لديال بيجاما ولا سروال ديال الطار هذا هو السروال ديالنا كيجي علاها تشكل عادي نجيب الامان هادي كما قلت لكم هي داك ستة سنتيم ديال لاستيك خليتها لسقا في السروال كنطوي داك القيمة ديال لاستيك وكنتراسي البلاسة ديال الجيب هادي في حالتي لو بغيتوا تخليوا داك الباندة ديال لاستيك لسقا في السروال ما تحيدوهاش كندير تلتاش في الجيب كندخلت الارات لثلاثة سنتيم في الوسط وكندور صافي هادي 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 تجيب ديالي هادي جيبات القطعة هادي وانت نخرج من هاداك تبطين ديال تجيب كندير في الطول ديالهم واحدة ثلاثة سنتيم والعرض راك يكون فيهم واحدة ستاش صافي هذا هو السروال ديالي دابا راواجد هنا غادي نفصل لك الكل ديال لافست را خليته تالت تاليتي شي طولة طريفات من السروال كيما قلت لكم كان عندي التوب هنا ناقش شوية قدرت في العرض دياله تلتاش والطول كيكون فيه اربعة وعشرين اربعة وعشرين في الطول كماشته غادي نعبرو ديك الكل طي وش حل فيه كيجي على هاتش شكل هادا ما كيتخيط لقيت فيه حداش وغادي ننقص من هادا واحدة سانتيم على هاتش شكل باش يجيون يمتقاد دينادو من خيطهم ذاك الفتيحات اللي كدجين فتوحة بجوجهم كيجي وقد قد ما كديش وحدة كبيرة وحدة صغيرة دا بتشوفوا معاي ان شاء الله في الخياطة هنا ما زال غادي نقص القيط على واحدة اخرا غادي نخرج هادا موحد طريف هنا غادي ندير داك الجياب اللي غادي جيوني داكور على برا دارت فيهم واحدة اربعة عشر سانتيم في الطول والعرض قدرت فيهم واحدة ثمانية سانتيم بالخياطة بكل شي نتمنى تكون الطريقة اعجبتكم ولا اعجبكم الفيديو ما تنساوش تدعمونا باشتراك و بجي و ما تنساوناش متعليقة دي لكم زوينة والسلام عليكم ورحمة الله